السلام عليكم ورحمة الله أعزائي طلبات الصف الثالث الإعدادي إن شاء الله النهاردة هنشتغل مع بعض درس جديد من دروس التاريخ ألا وهو الحملة الفرنسية على مصر من عام 1798 حتى عام 1801 الدرس ده هيتحدث عن الاحتلال الفرنسي وقدومه إلى مصر فبالاحتلال الفرنسي لازم نعرف مقدمة دخول فرنسا إلى مصر الحملة الفرنسية التي جاءت على مصر بقيادة نابليون بونابرت هي جزء من تنافس استعماري بين أكبر دولتين كانت موجودتان في تلك الفترة هم انجلترا وفرنسا ظهر هذا التنافس في أواخر القرن السبعتاشر وطوال القرن الثمنتاشر من أجل إنشاء مستعمرات لهم في أراضي خارجية فكانت الحملة الفرنسية على مصر من دمن هذا التنافس حيث أن كونسل فرنسا في مصر في تلك الفترة أرسل رسالة شديدة إلى حكومة فرنسا يطلب منها واحد إرسال حملة عسكرية للاستيلاء على مصر رقم اثنين حماية التجار الفرنسيين من ظلم المماليك ومن خطرهم في تلك الفترة حكومة فرنسا لبت هذا النداء وهذه الرسالة فأرسلت حملة عسكرية بقيادة قائد فرنسي عظيم لديهم يدعى نابليون بونابر ولكن وضعت فرنسا عدة أسباب لإرسال هذه الحملة تتلخص هذه الأسباب في سلاسة أشياء أول سبب وهو أن فرنسا أرادت تعويض ما فقدته من مستعمرات أثناء حروبها مع انجلترا اثنين قطع الطريق بين انجلترا وأكبر مستعمرة لها في الشرق وهي الهند رقم ثلاثة رغبة فرنسا في إنشاء مستعمرة جديدة لها في الشرق تكون قاعدتها مصر علشان كده فرنسا بعتت لينا حملة عسكرية بقيادة نابليون كانت هذه الحملة سرية للغاية خوفا من أن تعلم انجلترا اتجاه الحملة وتقضي عليها مبكرة نابليون بونابرت علشان يعد الحملة دي إعدادا جيدا استحب معه إلى جانب قوته العسكرية وجنوده مجموعة من العلماء والفنانين في مختلف العلوم والفنون وذلك لدراسة كافة الأحوال في مصر وكيفية استغلال الموارد بتاعتها مش بس كده دا نابليون بونابرت عد الحملة بمطبعتين واحدة باللغة الفرنسية وأخرى باللغة العربية وذلك لطبع المنشورات للأهالي طبعا مصر في الوقت دي كانت ولاية عثمانية ضعيفة للغاية يتحكم فيها أو يتحكم بها فعليا الممالي الذين كانوا يديرون الأقاليم في مصر وصلت الحملة الفرنسية إلى مصر بعد أن خرجت من ميناء فرنسي يسمى طولون وصلت في يوليو عام 1798 واستقرت في خليج أبو قير بالأسكندرية هنا حدثت أول مواجهة بين أهالي مصر والاحتلال الفرنسي وهي أهالي مدينة الأسكندرية بقيادة زعيمهم محمد كوري أهالي مدينة الأسكندرية لم يخافوا من مواجهة الاحتلال الفرنسي ولكن هذه المقومة تم القضاء عليها بسرعة نظرا لأن نابليون كانت معه أسلحة متقدمة وكسرت عدد الجنود الفرنسيين الأتين معه وتم القبض على حاكم مدينة الأسكندرية في ذلك الوقت محمد كورييم الذي كان زعيم المقاومة وتم إعدامه رمي بالرصاص في سبتمبر عام 1798 بعد أن استولى نابليون على الأسكندرية ووضع بها جنوده أخذ يتقدم ناحية القاهرة وهنا حدثت أول مواجهة بينه وبين المماليك محدش يتلخبط ما بين أول مواجهة بين نابليون والمصريين اللي هي مقاومة أهل الأسكندرية وبين نابليون والمماليك اللي هي أول مواجهة عند مدينة شبراخيب بمحافظة البحيرة حدثت معركة كبيرة جدا في يوليو عام 1798 تسمى معركة شبراخيب في هذه المعركة تقابل نابليون بنبرت مع جيش المماليك بقيادة قائدهم مربك وده كان أحد المماليك المشهورين في مصر في تلك الفترة وكان قائد الجيش المماليك ولكن استطاع نابليون بنبرت هزيمة الجيش المماليكي في معركة شبراخيب أدى ذلك إلى فرار الباقي منهم واتجاههم ناحية القاهرة من أجل حمايته تقدم نابليون بخطة سريعة ناحية القاهرة حتى وصل إلى إمبابا وهناك دارت معركة جديدة بينه وبين المماليك سميت هذه المعركة بموقعة إمبابا أو موقعة الأهرامات حدثت في يوليو عام 1798 من نفس الشهر برضو الفرنسيون بقيادة نابليون بنبرت والمماليك بقيادة مراد بيك اللي كان موجود في موقعة شبراخيب في الأول ومعه شيخ البلد اللي هو إبراهيم بيك ومعه الوالي العثماني اللي ما كان موجود في الفترة دي الضعيف خلص نهزم برضو المماليك في تلك المعركة ومراد بيك المرادة هيهرب وهيسافر إلى الصعيد بينما إبراهيم بيك والوالي العثماني هربوا من جحيم نابليون إلى الشهر أصبحت مصر بغير حامية تدافع عنها أصبحت مصر بغير جيش يدافع عنها دخل نابليون بنبرت القاهرة في يوم 24 يوليو 1798 دون مقاومة وهناك نعرف أسباب هزيمة المماليك أمام الحملة الفرنسية في المعركة ليه المماليك اتغلبوا بالسهولة دي يرجع ذلك إلا أن المماليك يعتمدوا على أسلحة قديمة وخاصة سلاحة الفروسية وهو المحاربة وهم على الخيوة بينما الفرنسيين بقيادة نابليون آتون ومعهم ويستخدمون معهم المدافع والمعدات الحديثة دخل نابليون بنبرت القاهرة وبدأ يؤمن رجالها الدينيين والمشايخ والعلماء من أجل تقريب المصريين إليهم آمنهم على أرواحهم وأموالهم كما تشاهدون في الصورة أثناء دخوله القاهرة بدأ نابليون يستقر في القاهرة وينظم شؤون الدولة إذ جاءته رسالة فيده من الأسكندرية بأن الجيش الإنجليزي والأسطول الإنجليزي دخل في معركة مشهورة جدا تسمى معركة أبو كير البحرية طبعا الجيش الإنجليزي كان مسيطر على البحر المتوسط سيطرة كاملة والحملة الفرنسية جاءت من ناحية البحر المتوسط إلى مصر طبعا الأسطول الإنجليزي وصلته أخبار بأن فرنسا أرسلت حملة بس مش عارفين مكان الحملة ده فين فأخذت تبحث عنه في البحر المتوسط حتى وجدته عند خليج أبو كير وهنا الأسطول الإنجليزي بقيادة نيلسون قام بمهاجمة الأسطول الفرنسي في خليج أبو كير في معركة قوية جدا تسمى معركة أبو كير البحرية كان من نتائجها تم تحطيم الأسطول الفرنسي وإغراقه في خليج أبو كير برقم واحد رقم اتنين قضي على آمال فرنسا في السيطرة على سواحل البحر المتوسط طبعا فرنسا كانت محققة لها أهداف عايزة توصل أنها تسيطر على مصر وتعمل مستعمرة كبيرة وكمان تسيطر على البحر المتوسط من خلال هذه المستعمرة ولكن هيهات بعد تدمير الأسطول الفرنسي تم القضاء على هذه الآمال تماما رقم ثلاثة حرمت الحملة في مصر من كافة الأمدادات التي كانت تأتي من فرنسا أربعة شعور الجنود الفرنسيون بأنهم محاصرون داخل مصر أدى ذلك إلى أضعاف روحهم المعنوية ده بالنسبة لنتائج موقعة أبو كير بالنسبة للفرنسيين بينما بالنسبة للإنجليز حاصر الأسطول الإنجليزي شواطأ مصر كاملة الشمالية وهنا توقفت تماما التجارة الخارجية توقفت تماما التجارة الخارجية نابليون بنبرد في مأزب كبير جدا داخل مصر فقد سفنه وفقد الكثير من جنوده في معركة بقير البحرية ارتطم نابليون بعد ذلك بمقاومة كبيرة جدا من الشعب المصري حيث قام الشعب المصري برفض كافة مظاهر الاحتلال ورغبته في دفعه خارج البلاد بمختلف الوسائل وهنا هذا تعريف مقاومة الشعب المصري أراد أن يطرد الاحتلال الفرنسي من أرضه مستخدما كافة الوسائل لتحقيق هذا الهدف المنشوط فظهرت مقاومة أهل الأسكندرية بقيادة محمد كريم ثم ظهرت مقاومة أبناء الصعيد ثم صورة القاهرة الأولى وصورة القاهرة الثانية مقاومة أهل الصعيد دي كانت المرحلة الثانية التي قام بها الشعب المصري ضد الاحتلال الفرنسي فشلت الكوات الفرنسية في إخضاع أهال الصعيد فشلا زريعا وذلك لأن أهال الصعيد قاموا باستخدام حرب لم يشهدها الجيش الفرنسي من قبل ألا وهي حرب المناوشات والمعارك المتفرقة هذه الحرب أضعفت من قوى الفرنسيين واستغل أهل الصعيد طول الوادي فأقاموا بتلك المناوشات أنا كده كسبت الفرنسيين كده قدرت النقف ضدهم في الصعيد هذا الأمر شجع الشعب المصري على الوقوف ضد الاحتلال أكثر بل تعازم ونمى الوعي القومي اتجاه الاحتلال نأتي على المرحلة التالتة من مقاومة الشعب المصري لاحتلال الفرنسي ألا وهي صورة القاهرة الأولى التي حدثت في أكتوبر عام 1798 أسباب هذه الصورة هو أن الشعب المصري رفض ما قام به نابليون من إجراءات طب إيه الإجراءات اللي عملها نابليون خلت الشعب المصري رفض هذا الأمر واحد أن نابليون بنابارت فرضت ضرائب الباهظة على الشعب المصري بعد أن فقد كل مورده في معركة بقير البحري اتنين أمر نابليون جنوده بالآتي واحد تفتيش البيوت بحسا عن الأموال اتنين هدم الأبواب الحارات والدروب من أجل مطاردة عناصر المقاومة تلاتة هدم المباني والآثار والمساجد بحجة تحصين القاهرة والدفاع عن الجنود الفرنسيين من الصورة كل هذه الأمور لم يرضى بها الشعب المصري فبدأت صورته من الجامع الأظهر الذي كان مركز هذه الصورة باستخدام العلماء والتجار للشعب المصري قامت الصورة العظيمة واستخدم نابليون فيها الشدة والعنف من أجل إخمارها نجحت الصورة في قتل حاكم مدينة القاهرة الفرنسي والذي يدعى ديبويل ونظرا لشدة الصورة قام نابليون بونابرت باستخدام العنف بقوة ضد الصور بل أمر جنوده بدخول الجامع الأظهر مركز الصورة وهم راكبين عن الخيول هذا الأمر أثار الشعور الديني لدى المصريين لكنه بالضبط كده أهان الشعب المصري دينيا استطاع نابليون في نهاية الصورة القضاء عليها تماما وقام بإعدام الكثير من الصوار والأهالي وفرض الغرامات الباهزة على التجار والعلماء وقام بالشروع في تحصين مدينة القاهرة نتائج هذه الصورة أن نابليون قام بإعدام الكثير من الفرنسيون من الأهالي والصوار رقم 2 فرض الغرامات على التجار والعلماء رقم 3 الشروع في تحصين مدينة القاهرة بعد ذلك مرت الفترة ما بين أكتوبر عام 1798 حتى مارس عام 1799 وهنا حدث لم يخطر على بال نابليون استحالفت الدولة العثمانية مع كل من إنجلترا وروسيا الدولة العثمانية تحالفت مع دولتان أوروبيتان أعداء لفرنسا في أوروبا من أجل طردهم خارج مصر وهم إنجلترا العدو اللدود لفرنسا وكذلك روسيا هي الأخرى عدوة فرنسا في أوروبا وبالفعل اتفق الأطراف السلاسة على إرسال جيوش الخريطة الصغيرة اللي قدامك دي بتبينلك الجيوش اللي هتبعتها الدولة العثمانية من أجل طرد الحملة الفرنسية الجيش البري بقيادة القوات العثمانية جاءت عن طريق بلاد الشم إلى القاهرة وجيش بحري باستخدام جزيرة في البحر المتوسط اسمها جزيرة رودس هيقوم بجيش بحري متجه ناحية القاهرة أو ناحية مصر يجتمع الجيشان ويحاربون الحملة الفرنسية ويطردونهم خارج البلاد علم نابليون بهذا التحالف فقرر إقامة حملة على بلاد الشام الهدف منها القضاء تماما على الجيوش القادمة من بلاد الشام والاستيلاء على المدن الساحلية في بلاد الشام قونا نابليون الحملة واتجه من القاهرة إلى العريش واستولى عليها ثم مدينة غزة واستولى عليها ثم مدينة يافا وهنا نابليون في يافا ارتكب مسبحة شهيرة جدا تسمى مسبحة يافا البشرية مسبحة يافا البشرية من أكبر الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الفرنسي في حق الحامية العثمانية طبعا نابليون في يافا لم يستطع دخول هذه المدينة فأعطى الأمان والعهد والسلام لحاميتها وأهله وبعد أن دخل مدينة يافا أمر جنوده بإطلاق الميران على الحامية وعلى الأهل فقتل الكثير منهم وصلت هذه الأخبار إلى المدينة التي تليها وهي مدينة عكا وهنا كان الأمر المتميز لأهالي عكا وهم نمتفقوا على عدم دخول نابليون لهذه المدينة وإفشال حملتها على بلاد الشام وبالفعل فشل نابليون في حملته على بلاد الشام نظرا لعدم قدرته على فتح مدينة عكا ويرجع عدم فتح مدينة عكا وفشل نابليون في دخولها في سببين السبب الأول هو استبسال أهلها وشجاعتهم بقيادة حاكمها أحمد باشا الجزور السبب الثاني أن الأسطول الإنجليزي من البحر المتوسط قام بإمداد أهالي عكا بالمؤن والذخائر وهنا فشل نابليون فشلا كبيرا في دخول عكا ورجع يجر أزيال الخيبة والعار إلى مصر مرة ثانية عندما وصل نابليون إلى القاهرة جاءه منشور بأن الجيش البحري الذي أرسلته الدولة العثمانية عن طريق جزيرة رودس قد وصل إلى الأسكندرية وهنا تحرك نابليون مسرعا وحدثت معركة جديدة تسمى معركة بقير البرية التي وقعت أحداثها في يوليو عام 1799 هذه المعركة حدثت بين الأسطول العثماني والقوات الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت استطاع نابليون بونابرت في هذه المعركة القضاء تماما على الجيش العثماني والقبض على قائد الجيش العثماني وبعد انتهاء المعركة وصلت لنابليون رسالة تفيد بأن هناك تحالف كبير في أوروبا ضد دولته فرنسا ويجب الإصراع لإنقاذ فرنسا من هذا التحالف الخطير وبالفعل لب نابليون هذه الرسالة وترك الحملة سرا لنائبه الذي يدعى كيليبر في أغسطس عام 1799 يبقى نابليون ما عدش قائد للحملة الفرنسية بل نائبه دلوقتي هو يبقى القائد وصافر نابليون سرا إلى فرنسا عن طريق بلاد الشام وترك أمر الحملة في يد نائبه كيليبر الحصة القادمة هنتكلم عن كيليبر والحملة الفرنسية وماذا فعل بعد رحيل نابليون بونابر